اشتركوا في القناة اللي نحبها بزاف بزاف اللي هي سيمون ديسر بصح الله سيمون ديسر بريفيري ونحبوه بزاف لكن قبل ما نتحددتلكم عليه ورح نبدأوا به من الأول باش يكون عندنا الوقت حتى تشوفوا قاع اللي زيتها بتاعه نتاع الطهيل لأنه شوية تيكنيك يعني فيه تقنية شوية مدابية نقسموه معاكم لكن الوصفة الأولى رح نديرو لكم اللازانيا الإيطالية الكلاسيكية دونك حين أعطيوكم رافريلوسات نتعلى اللازان ونخدموها معاكم كاريمون باش ندخدمو لازان إلى عشرة أشخاص يعني توكلوا بيها حتى العشرة أشخاص لازم لكم الليتر دو سوس طومات اللي كنا هداوين طيبناها هاكم توفوا فيها مازال الدخان يخرج منها البخور يخرج منها نوك عدنا ربع حبات طوماتيش عدنا حباو نصبصل عندنا حوالي زوج حبات نتاع القرعان قطعوه ممتدي وعدنا زوج حبات نتاع الجازر قطعوه ممتدي ونصوتيوهم نصوتيوهم فلوبر وشوية زيت زيتون مع سنينات انتعتهم كل سنينات ولا ربع سنينات انتعتهم لازم منها كيلو تعال لحم المفروم لازم منها أمباكي تعال بسطة اللازانيا اللي جيهاك داب هات الشكل هادية وعندنا حوالي 350 غرام انتاع الجبن المبشور وعدنا ريتلا انتاع صلصة البيشامال اللي نعملوها عملناها يعني مسبقا باش ما ناخدوش الوقت بزاف ومتلف الكمش بزاف نوك على بلكم كيفاش تخدمو سلصة البيشامال ريتلا تحليب 100 غرام انتاع زبدة 100 غرام انتاع فارينا شوية نواد ميسكاد شوية انتاع الملح وتخلوها فوق النار تقعدو تخلطو فيها حتى تتقال الوصفة التانية صلاطة السيزار يعني اليوم راح نخدم لكم صلاطة السيزار اللي موال فينشو تقتانيوها بزاف في المطاعم لكن ما تديروهاش في الديار وهي سهلة بزاف يعني سهلة باش تجي باش تجي يعني في الديار تكون سهلة كتير دونك راح نخدمو بسلاطة هاد تانيك الوصفة الى 8 اشخاص توكل بيحتل 8 اشخاص لزنطري لزنطري لصالات سيابي بري 81 غرام يعني بار بيرسون دونك عدنا صلاطة الرومان اللي هي الصلاطة برنسيبال تاعل صلاطة سيزار وعدنا شوية تاعل بلطافيا باش يعني نخلطو بين الصلاطتين بتكون عدنا انريشاس عدنا زوج صدر دجاج عندنا لزنشوى عندنا اربعة حبات تنتع البيض عندنا شوية لطومات سوريز عندنا سنينة تنتع التوم عندنا شوية تاعل خردل وعندنا ايضا الوسيطران انسيطران وعندنا اللي هنايا بريبارينا اون مايونيز اللي راح نخدمو بيها الصلاطة تاعل الصلاطة تاعل سيزار شوفوا نفهمكم الحكمة الكبيرة في صلاطة سيزار هي الصلصة التاحة علاش لانا فيها ديز انجريديون ابر دونك نخدموها بلان شوى وبجبنة البرميزان احنا اليوم ما جبناش جبنة البرميزان لانها الانتروفابل ومشي لازم ديروها في ديار ليران في المطاعم لازم ديروها في المطاعم لكن ليران في ديار مشي لازم ديروها في ديار وعلى بالكم تاني حاجة واحد اخرى الدجاج تقدرو تديروه تقدرو ما تديروش ايضا ولا درتو الدجاج ما ديروش الكروتون دوبان بش ما تكونش ايصالة تري تري ريش ولا درتو الكروتون دوبان ما ديروش الدجاج الدجاج هذا راح ينمرينيوه في البابريكا التوم وشوية فلفل كحل يعني تاع هاد الوصفة هاد الوصفة الاصل تحا هي وصفة ميكسيكية ميكسيكية الاصل لكن عاودوا اقتناؤوها الايطاليين وعملوها يعني وزادو لها دوتر زينغريديون باش ولاوا يعملوا بها وهذا ما خلاها الان تنتسب الى الايطاليين بكاترة نروحوا لديسارتنا اللي هو السوفلي اوفخاز السوفلي اوفخاز انا عندي يعني وصفة تحلية هاي لها شابة انا نحبها ان شاء الله تعجبكم وطري سنبل افا لازم لكم اللي ترتع السلسة الكريم باتيسيار او كريمة الباتيسيار تكون عاقدة شوية هنا خدمنا بلي ترتع حاليب ربعة حبات متاع البيض وزدنا عشرين غرام متاع المايزينا حبيبات انتاع الفارولة عندنا اليرام كان لدينا شوية سكر باش نديرو في اليرام كان وعدنا ربعة بايات بيت الحاجة الاولانية اللي نبداوها تبعوا لي زيتاب رح نبداولكم بالديسار حتى نكملوه باش نروحوا الوصفات الاخرى عندنا الهناي البايات بتاعنا نطلعوه ان بلون ناج نزيدو له ام بنسيه دو سال باش يطلع عنا سيري مليح ونبدأو نخدموه ادو اطروا فيتاس ديفيرنت ونبدأو بلا فيتاس اللي اولانية ونطلعوه اطروا فيتاس ديفيرنت هنا ناخدوه اليرام كانتاو عنا كونا درنا لهم البر او ديبار ذوك راح ننديرو لهم شوية متاع السكر دوك باش ما نخسلوش السكر نديرو بهاد الكيفية هادية السكر ودايمن عاودو نقلبوه باش من بعد نستعمله لاشياء اخرى دوك السكر نديرو بهاد الكيفية كي كنا درنا لبر دوك السكر اطوماتيكمو راح يلسق بهاد الكيفية هادية ودايمن اللي بوردير نسيباريوهم بهاد الشكل هادايا نزيدو تانية والا الوالو السكر امغاني وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته ومرحبا بك معانا واشراكي لاباس واشراهم الناس مروانا لا باسي فان عليك بخير انتم لاباسا يا ربي يحفظكم ان شاء الله والله الحمد والله عز وجل يا درا كيفاش راوي الحال عندكم والله عز وجل ما باسي ليح مجال ليح الحمد لله يا رب العالمين الحمد لله اربي ورحمته يا درا كاش وصفات كاش والله يا شاف غير نستنى في الملوخيتاك لاشتا قول هاني هكاك بالخنبرك واش قلت لي قلتك امان يا را نستنى في الملوخيتاك لاشتا قولي المصفى بالخنبرك والله هي غير نديرها لك الملوخية والله عظمت الله قلت لك والله غير ندير الملوخية يا ربي عيش والله هي غير نديرها قلت لك يجيبونا ندير لك ندير لك نديروا الملوخية على تلك انواع نعطي لك الملوخية تعصح لي اكلوها خوتنا توانسا ولي اكلوها في الشرق الجزائري المطحونة ونديروا الملوخية حبات لي نعيطولها احنايا القناوية ان شاء الله بإذن الله وعد مني والله هي غير نديروها ان شاء الله ان شاء الله يا حفظك أنعم والله ربي يحفظكم وأنا شوفي قل لك حاجة هذيك هي القوة التاعي والله هذه هي القوة التاعي كنا عرف بليك خوتي وخوتاتي رم يتفرجوا في الحصة ويتفرجوا في القناة والله العادي مغير هذيك هي القوة التاعي وتعطيني أربي يحفظك وتعطيني القوة باش جاي من نكون إن شاء الله في المستوى وكون عند الحصن الضمن تاعكم بإذن الله أربي يسترك الأخت وربي يسجيك إن شاء الله أربي يسترك أربي يحفظك كل الناس مروانة وقع الشاوية نقول لكم تحية خالصة من الشاف آمين روك هنا كنا حطينا فوق النار باش نربحوا شوية وقت حطينا لنا يا المرميطات تعنا ناخدوا سلسط الطماطم ننكوربوريوها بهذا الشكل ضوك سلسط الطماطم منديروها شقع على ضربها نديرو نمواتي ونباك نشوفو ولا مازال جارية شوية نقصو يعني نخليوها كي مراهيك ولش فينا بيك الحمقعة بصوربا كلش نزيدو سلسط الطماطم وش بقانا نحطوا اللي هنا يا القرعة نزيدو نحطو اللي هنا يا الجازر تعنا ونخليوه نخليوها الطيب بهذا الشكل هذا يعني حتى تسخن ماشي الطيب تسخن مليح من بعد رح ينزيدو لها ربيونضاشي تعنا وهدي هي الوصفة الاصلية انتع الباستا انتعنا او السوس بولونياز السوس بولونياز في الاصل فيها القرعة فيها الجازر يعني يكونوا مكعابة صغار وفيها ايضا الكرافص اللي كيشتاع الكرافص العريض الكرافص العريض نقطعوها ونزيدوها ايضا في الوصفة سلسط الطماطم دايما اللي بوكي قارني ما تنساوش تان ايلوري سيطريز امبورتن غالا هنا عندنا نزيدو لها شوية برق بس زي تحكم روحا ما شاء الله هنا ناخدو الهنا البلان تاعنا شوفوا كيف شراهو ياناس الخير مراش يعني موش يسيل ناخدو الهنا بهاد الشكل ناخدو وندخلوها لداخل وكرم تاعنا السلام عليكم بس الخير ناعمة موش راكي لا باس صحبة لا باس يا سيدي عاش من سمع صوتكم موش راكم موش راهم من السكيق دا لا باس يا رب يحفظك وربي يحفظ وربي يحفظ سكان سكيق دا ما شاء الله ربي يخليك ربي يسترك ان شاء الله ربي يسترك ان شاء الله ربي يحفظك ان شاء الله ويهنيك يحفظك ان شاء الله لا تحب ان اضع الكاش وصفه رأي في قلبك بسرعة احبت طان عندي طان مالقيت شو جنبير ويهذا طان كثرت وينقلت ودافلت وفورمس مالذي الان بس给ك. مالذي الان بس. الدخلي لدينا في اليوتيوب. تسمعي فيه. عندنا تلقى الوصفات التعنيف. طيب معنا في قناة النهار تي في. في القناةة التعليوتيوب تاع النهار اونلاين. الدخلي تلقيي قابل وصفات التعنيف تعنيف امين. هكذا راح ساتدى تزيدي. حفظي كم يا Froome وكتبتنا ميجباً كلاماً ح ledge لازم لازم اللّاختة ربّي أحفظك إن شاء الله هو يسترّك بحفظك ربّي أحفظك للأخت ربّي أحفظك إن شاء الله هو يسترّك عليّ مجباً ربّي يسترّك بالإعطاء ربّي أحفظك إن شاء الله أدوك هنالك دخلوا الداّخل أحذر الناس من الناس في السابق سرعت في وصفتها لقد تحت رؤية لأنها تكون لنا اعطيتا نحن يمكننا تقيبها الانتظام هكذا الانتظام سنخذ قلبي فارولا نرغبها نتقوم بواحد ناشيب حبيباتنا ونرغبها إلى مكعبات صغار بهاد الشكل هدايا ولا امبتي لانياغ ولا امبتي ديكي ما حبيتو بونك الحاجة اللي تساعدكم انتوما دوك شوفو مع السخانة انتاع الفورن راح توليكم يمكموتو من تحتها دوك تولي شغول معجون تولي لكم كيلي معجون انتاع الفارولة نديرو زوج نحطوهم بالفارولة وزوج نديروهم نوتر بالفارولة نحطو زوج بلا فخيز وزوج نحطوهم صن فخيز نوتر يعني يكونوا ناتيرو هنا ناخدو لغامكان تاوعنا نحطو لازم الفارولة اللي لدواء اتر بيان ديسبوزي في فسمة لغامكان ناخدو غراف بهاد الكيفية هادي ونعمرو كاريمو ليرام كانت عنا بهاد الطريقة هادية وعلا بهاد الكيفية هادية نحطوهم نزيدو شوية كين شرط واحد اللي لح نطلبه لكم كون ادرنا الهنا يا لازم لغامكانت عكم ميكوش من جيهاديق و الفم تاعو عريض لازم يكون قاع بنفس يعني يكون بنفس شكل في قاع يعني لكوتي او للكوان انتاعوه هنه ناخدو هنه ناخدو تاني كيف كيف بهاد الشكل بهاد الشكل بهاد الطريقة هادي نزيدو ناخدو انتروازيام هادا الي نوتر هادا خدمناه بلا مدرنالو الفارولة ضونك فوزة ليبر لشوى رو فييدكم كيما تحبو تحبو تزيدو الفارولة تحبو متزيدوش الفارولة رو عندكم لشوى نعمرهم بهاد الكيفية هادي اي اونيقاليز دايما قلنا خاصة لبوردير عالو عالو بخير جاميلة وشراكي لابس وشراكي الحمدلله معك جاميلة ولا ولا يدو كنسان ما شاء الله ما شاء الله بي حمدك وشراكي كيف اشراكم بخير بخير والله الحمدلله ايه الحمدلله ايه مع الوقت ساعة اربلا اوه لازم لازم ب اوه شتسوات كورج بره بنسوفت والله عربية حافظك إن شاء الله وشي اكشلان نسوفت والله نتعلمنا من عندك والله ربية يسترك ان شاء الله وشتا نشاف مودة بالله ياودي لازم نضحكوا ونحبو نضحكوا احناي اخاوتنا دايما ليجو يشوفونا هادا هو البليزير تاعنا اللي نقسموه معاكم نايسنتخو يا الله نحن نتبعه في كل يوم ما شاء الله ربي يحفظك إن شاء الله ربي علي شانك إن شاء الله كل يوم الحياة بي أيضا ربي أحبك بي أحبك أيضا او لا احبابك تفضلي اذا تعنت من نفوت على الجوزي وولدي وامي وخوتي بفرنسو اربي يحفظهم ان شاء الله ايش تسويت بان كوراج نخسي بكو ربي يحفظك جميلة جيس بير ان شاء الله زيدي تعيطينا ان شاء الله بيان سور اربي يحفظك جميلة اربي يسترك اربي يخليك ان شاء الله لا يسترك والا لك هنا ناخدو الافيونت متاعنا كيما راهك نحطوها لداخل السلسة بتاعنا بهات الكيفية لك هنا ايش نديرو نحكمو دايما هاكده الافيونت متاعنا ناخدو دايما لفويتاعنا وندخلوها بهات الطريقة علش ندخلوها بهات الطريقة باش ما تديرناش هدوك الكويرات هدوك لازم اربي يحفظ اربي يحفظ اربي يحفظ لما نحبين يكونو يعني داخل السوس بولونياز متاعنا لك تمتم على بالكم بليك الافيونت داشي تمتم طيب لك الطهي تحامر ايش يكون يعني باطئة رح يكون سريع جدا جدا كي ندخلوها لحكمو كاريمان انكوير بهات الشكل ونبدأ ونجيبو لبوردير بهات الكيفية هادي وندخلو لداخل السلصة التاعنا كي تشوفو بليك السلصة تاعكم راي ناقصة شوية باسكو على باز لازم تكون انبات استادير الافيونت داشي تاعكم ما لازمش تكون طيبة على طريقة يعني بزع ما نقولو تشوفوها دي بولات ولا كي ما طيبو انطاجين ولا لا او كنترال لازم تكون جور دو بات وهادي هي الاسبيسي في سيتي تاعي يعني من خصائص سلصة البولونياز هادي هي انها تكون السلصة سخونا باش نحطنوا لافيونت داعنا كي نحطنوا لافيونت داعنا لافيونت دوشي تدير قبل ما تولي كوريات تبدا تمتص فهاديك السلصة وتقعد دايمن شغول انطاجين لانه يطيبوا لافيونت داشي باش يديرو هدي يعني ريوماركيتها بزاف حتى في المطاعم ولا في البويوت ولا تلقاهم يبدوا يديرو لافيونت داشي الطيب ونباك ينحوا لافيونت داشي يديرو سلصة الطماطين باش يزيدوا يارمون لافيونت داشي كي تكون لافيونت داشي طيبة ما راهيش رايحة تمتص قع السلصة تبقى سلصة وحدها ولافيونت داشي تديرو لباخر السلصة دونك ما لازمش دونك هنايا نقعدون نحركوا بهذا الكيفية هادي ولكم شوفوا كيفاش ولكم ونخلوها تمتص شوفوا كيفاش ولي هنا تعارفوا هناك تكونوا تشوفوا الهنايا تقربوا دوك التكنيسيان تعنا ايفا زومي على اليماج هادية وتشوفوا كيفاش وهنايا ناخدوا حوالي مئة غرام متاع الجبن المبشور القريير ولا ليمونت والله ونحطوه بهذا الكيفية حوالي خمسين وستين واحتى مئة غرام تحطوه لداخل هاد السلصة وتزيدو تدخلوه لداخل بعقلو وتخليوه حتى يعني السلصة تمتص كلش ولافيون ضاشي تتاعنا تمتص هاد الفروماج ولا هاد الجبن هاد اللي بدا يدوب الداخل وهكذا عندكم سلصة بولونياز كلاسيكية وصحيحة يعني الاستعمال هنايا الطهي التحارة هو صحيح جدا بنسبة 100% بس شوفوا وتعرفوا بليك الصوس بولونياز تاعكم صدقة كما نقولو احنايا باللغة العامية تلقاوا بليك الفقاعات هادوما كم تشوفوا الفقاعات هادوما اللي ترتقوا يطلعوا يترتقوا الفقاعات سوف تدركوا ملتحت مكاش الليكيد ملتحت القاو غير صلصة البولونياز كي تديرو هاكذا كي نتوفوا الفون متاع الكاسخول بتاعكم ولا المرميطة متاعكم وتقعدوا تحركوا بهذا الكيفية هادو بيانشير وتخليوها تمتص هنايا وش روحون نديرو نحو لزنغريديون بتاعنا هادو ماليمياز حقوهم مشينا بيهم ولاخدو أمول بهاد الشكل هدايا دو بريفيرانس يكون ريكتانجولار باسك السلصة على بالكم بليك اللي 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 يجي ريكتانجول هادو ما يكونوا ريكتانجولار حنا وش درنا من قبل باش نربحو الوقت حكمنا للي بات تاوعنا للي لازان تاوعنا وحطينا انتي راكم شوفوا فيهم كيف شاراهم مازالهم يبري وعندهم طهي تاعة مدة دقائق ونصف نحكموهم قبل من ديروهم اللي ناخدو شوية تاوع السلصة تبعوني مليح كوتقار ديت شوية تاوع السلصة ناخدو اللي ناخدو كمية من السلصة ونحطوها كريمو هاكدا بهذا الشكل هادا نحطوها داخل الباز نتاع وعليش باش ديجا يبدأوا يزيدوا الكويسان يابصوربوا من الشالور نتاع يعني هاد الطابق هادا وناخدو أول ورقا نحطوها بهذا الشكل هادا كي تكون طيبة مليح بوك ما عندكم شان بروبلم دي كويسان ديجا راه هيك طيبة عندها تلتقايق تعطياب زيدوا السخانة اللي تكون فيها الداخل راح هتلحق لكم يعني عجيس كويسان دوك تكون طيبة كي ما يحب الخاطر دوك هادي سيرة برمير كوش تعنا يلا ناخد منها هنه ناخدو صلصة البولونياز تعنا ناخدو صلصة تعنا بهذا الشكل هادا يا كم تشوفوا كيفاش ونحطوها بهذا الطريقة هادية دوك ديجا كم تشوفوا فيها معالية راه سخونة راح هتمد بلوس يعني هتعطي لكم لالصص تعنا راح هتعطي طهي ديجا وبرية لاب دوك ناخدو هنا يونيقاليز نحطوها بهذا الشكل هادا ها نمشوها على قع المنطقة تعنا ونزيدو نديرو أوراق أخرى ها نزيدو نحطو ورق واحد آخر توجور تحطو تحطو هادي على هادي والا بهذا الشكل هدا يا حتى ما تخرج لكم الصلصة بين كوش ونطر كوش والا بهذا طريقة هادي نزيدو هادي 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 ناخدو اون موتي تحص سلصة البش موتي نخلوها للاخر ونسيو والون ياز اي دو كوش نتع ال نتع ال صوص بشامل بانسير الخرانية فيها الفروماج نتعنا اللي نحين نخدمو به تانيك على فهنا ناخدو لافيوند نتعنا بهذا الشكل نقطروها من حبوش نخلي وسيرتو لادان ياركوش نتع لافيوند ما لازمش تكون فيها الصلصة حتى ولا كمية قليلة ما لازمش تكون فيها السلصة كتير والا بهاد الطريقة هادي هنان ناخدو المرميطة التعنا نحطوها تكوتي ونزيدو نمشو لافيوند داشي التعنا بهاد الطريقة هادي نمشو ها دوما نيروين تقيس قاع للطراف ولا لكوتي ها دوما والا ندخلو دايما نقوتلكم لبوردور ما تخليوهم ش يخرجو لكم لأنهم ولا قاستهم سخانة لما رايحين يعني يعوجو لكم قاع لبلاء تاعكم دايما نحطو حاجة لولانية نديرو بهاد الشكل هادا ونزيدو للدغنيا كوش مدا بيكم لازم تتعصر مليح قبل ما تتحط فالا نعصروها بهاد الشكل هادا ونحطو الأوراق التعنا على لازان بهاد الكيفية هادي ونزيدو الهنا إنكوش نتع لابي شامل ونزيدو الفروماج ونحطوها في الفرن وانتوما يا ناس الخير بقوا معنا فاصل ونواصل ديا اللي بيكم انتوما يعني راهيك دا ينجاح كبير راحين نروحوا للوصفة التالتة الوصفة التالتة تاعنا وشنو هي هي سلطة السيزار نوك هنا نشعلو النار نحطو المقلا ناخدو شوية زيت الزيتون هلا بهات الشكل هنا ناخدو البولي تاعنا كي مارا هوك نقطعوه انفين لامال بهات الكيفية هادية حين تشاهدو كيفاشا نقطعوه بهات الشكل هادا هلا ونزيدو نقطعو لدوزيام ولا لدوزيام بلان دو بولي قلتلكم في هاد الوصفة هادية اللي ما يحبش يدير الجاج بس كفل وصفة يعني الوصفة في الأصل الاتحة ما فيهاش الجاج في الأصل الاتحة فيها لكن مع مرور الوقت والزامن يعني الاروسات طورت بزاف ولو يديرو لها الجاج كي يديرو لها الجاج باني كي يديرو لها لشاركويتري كي ما قولو احنا الدجاج المدخن نقع نوك نحنا لدينا لكم نحطوه بهاد طريقة هادا ونخليوه شوية يعني ياخد الكولر لازم ما يطيب دونك يطيب يطيب تمتم هاد 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 النوع من الوصفة ولديكو بتاع الدجاج ما راحش تخليه يطول بزاف في الطهيد دونك راح يطيب تمتم انتو ما تديرو اللي حاب يدير ايضا صدر اللي حاب ما يديرش قاعد الدجاج ما يديرش الدجاج حنا رانا نعطوكم يعني سيدي زي دي اللي رانا نعطوهم لكم بتاع الوصفة انتاعنا دونك هنا نزيدو أم ورسو ونخليوهم يطيبو بعقلهم الحكمة الكبيرة انتاع هاد الوصفة هادية هي في لونشوا لونشوا على بالكم هو اللي يجي يعني بيمد حكمة في هاد الصلصة هادية دونك هنا بطلعو ما يوناس بالتونبرك ديرو لها شوية ملح شوية خردل هادا ما كان كلاسيك طلعوها بلف دونك ديرو كمية تعزيت نفس يعني كاس تعزيت حباب بيد مو طاقد شوية ملح ديرو شوية حبيبا لازو حبت توم و تضربوها كل شعر تضرب بالميكسر تطلع لكم كي تطلع لكم تاخدو للي في لونشوا وتحطو هاد الكيفية هادية لازم فيها بزاف لونشوا دونك هاد لارسة هاد تحب بزاف لونشوا دونك نحكمو لونشوا لحكمو الميكسر تاعنا كي ما راهوك هنا واش نديرو نزيدو نحكمو سيترون ونحطوه بهات الشكل ونخبطوها يعني ضربة واحدة دلولا اهلا عمسى النور خوي واش رعاكي يا دلولا وانتي يا أختي والله يبي ألفي خير والله الحمدول انت لبس دلولا العيلة كلها لبس دلولا نعم أسمك يعطينا لون فيه باش نقسروا معك سبحان الله والله انا أسمي منحبو ناشا والله غير هايل دلولا دلولا تسمى مدللاء تسمى يدللوك فضار الوالدين ودللوك نعم بالصح والله انا منحبوش ربي عوامل احبزها الناس الناس بدرها همو ما القاتلش دلولا غير خبي هاد الاسم هدايا هايل ما شاء الله الله ربي حفظك ربي حفظك ربي حفظك الحمد لله عز وجل الحمد لله الحمد لله ربي دومها نعم ان شاء الله يا أخيك الصحة هي الصحة كي تكون صحة شوفي كي تكون صحة يا رب العالمين نترى تعمل لما نعمل معاك هذه الأمت هادا كوه الصح وش راكي والله في بألف خير اكي تبعي شير روسة وعلى عندي يومين عندي الذومة يعني تفرجتك اكي تفرجي ما عليش اي امت فرجتك طيبتي هذاك الكوتكوت ما شاء الله احنا ما ماركيناكش ابسونت ما حطيناكش ابسونت ان دعم الله يخليك والله عندي يومين ذو ما عنديش ما عليش ما عليش مبصح اي امت ثاني شبتك طيبتي الكوتكت هذاك رحمه ما شاء الله الكوسكوس بالسردين هذاك انا نخدمه فدار هاداك تعخوتنا اصحاب دلس تعرفت الدلس نعم اذاك انا نخدم مفدر نف southern آآ ما شاء الله مفتول فبدار ما شاء الله نعم مبصح يعني نقول لك الحقيقة بالضلمة تقول الحوت myśla انا ما نوكلها وش متأوكليش الحوت تقول الحوت هذه الدلمة تعالح الحوت نوكل Sweyl اليوم ان تحبتش الحوت الدلو لا الحوت ينوكل مقلي تقدري تقليه tzat نوكل تقدري تزيده فلاصص مورلي 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 ناقليه ديريه رمضيه في شوية في شوية تاع السميد رقيق ما ديريش الفارينا باسكو الفارينا تشد بزاف الزيت نعم وبطاح السميد اشي شوية احرش كما نقول و جي معاهم ليح السميد ماشي حرش سميد لازم يكون احرش بزاف يعني شوية مش يعني لازم نايا لو لا دلولة يكون رقيق سميد أنت يعودينها بلاف يوضع شوية تانية تقدري تعودينهاと تقدري 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 تسردين ما تحطيش قاح فلاصوس اقليه ضول ما كما راهوك اقليه يجيك هايل من بعد كت تحطي تسربي ديري السلسة تعك طيبية عادي بالخضره وبده حطيهم من فوق هما عليه صح صح احاكم لاحا والاكدر باش 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 تاكلي شو الحوت باش تربحش شو فيتامينة يدلولا اهيو ايهاو كيفاه اولا لا لا ولا العمل عربي ربي يا حفظك ان شاء الله وتدي دعا تبسة كامل رحم يسلموا عليك ربي يحفظهم للقعب وبالخصوص بالدغتي ولا اللي بمناسبة عيد ميلاده اللي كان يوم السبت 28 نقوله عيد ميلاد سعيد وعمر مديد وكل عام هو بخير ربي يحفظه ان شاء الله العقوبة المية سنة والله رحم دوما حتى هما يتفرشوا فيك ودوما يحكوا يقولوا خيال سيدوك تعايي طل ويعني تهدر معاه وان شاء الله النجاح ان شاء الله هي رب العالمين ان شاء الله ووقفوا عليه ان شاء الله الوقت اللي يرانا فيه لازم توقفوا عليه اكيد لازم لا لا دلولة لازم لازم اكيد استعرف بك هالعمال على الاله ربي نقوله وما نخافش عليك ربي يحفظهم ان شاء الله وريبي يعطيهم صح على صح ان شاء الله وريبي يعطيهم النجاح وكلاس ربي يخليك ان شاء الله نلقاوك في الخير ان شاء الله ربي يحفظك الأخت ربي يزجيك ان شاء الله ربي يأحوليكم نقول بقيتهم سعيد ومع السلام ربي يزجيك ان شاء الله الله قام باسم شباب ربي يحفظك ان شاء الله ، ن 퍼درونها إذا شرعنا لكم فيها لحضر المسكين يريد لكم حصول المصر يوضع الملتقة كليكم فكراً لكم هنا نستطيع التزيادة لن يمكننا استخدامها وهو يقدر على تزيادة لن يمكننا التزيادة لن يجد أنها بعض الملتقة لن يجد التزيادة لن يريد الأمور والماطق يشيري بارمزان 48 موات تسمعوني ملاح جبنة البرمزان 48 شهر هذه هي الملاحة بزاف والتي تليق بهذه النوع من السلاطة والتي تستخدمي البرمزان في البولونياز والتي تستخدمي بها ويستخدمي ويستخدمي البرمزان هذا هو مركة نوع من الجبن الإيطالي يشبه للبرمزان لكن فيه زيت كتير يليق بحاجة اللي راح تروح للفورت تقراتينا هااله هنا درنا كل واحد درنا له السلاطة تاعو نحطوهم دو كوتي باش نفينيوهم بهذه الكيفية هادي ناخدو ناسيت او ناخدو ايضا لهناية كاريمون لبولي تاعنا كون تفو كيفاش راو طايب ناخدوه نحطوه بهذه الشكل هدايا طالا طريس امورتون هادلا ماريناد هادية باش كونو على بلكم حتى يعني الميكسيك في الاصل في الاصل هاد تعال الاروسات هادية في الاصل الميكسيك كانو حتى الخبز يديروه في البيبيروتشينو ولا يديروه في الفلفل الحار الأحمر يديروه فيه من بعد يخدمو به هاد الوصفة هادية هالا هنالي سوفلي تاعنا بدو يطلعو ما شاء الله دونك الهنا ناخدو لطومات شريستا وعنا اقطعوهم بهاد الشكل هالا ونحطوهم بهاد الكيفية هادية قوتلكم يعني باش ما تنسوش قولوش شافا وما قالناش عليها قوتلكم لطومات الشكل لطومات الشكل اضافة الوصفة لطومات الشكل توفروا القطع لطومات الشكل وفي الوصفة اصلاح لا يجبك اصلاح سوف تقومون بالجاج وكله هذا صلصة تصابة يعني وسلصة يعني تعبحار وتعماك لا تعصيف اللي كومبلت تقدرو هادي يسموها الناس يعني إنسالات بلا بونك يسموه ديجاهية صلاطة لكن طبق في نفس الوقت بونك تاخدوها تقتانيوها كيما حبيتو ناخدو ايضا ولاد الجاج لازم طالا نحطوه بهذا الشكل هدايا كل وحدة نديرو لها ولاد الجاج تاحا نحطوهم بهذا الشكل هدايا ونزيدو اللي هنا ايضا نزيدو نديرو لها ديجاج هنا ناخدو البولي تاعنا ونحطوه بهذا الكيفية هادية كل واحد نحطو له دو مورسو تاعو باش هاقدة يعني كونو متساويين هالا هالو هالو مشاء الخير يوين تبحرتي ومزاكريا اه دربوني بعين عشو مرحو اه وليتي ما تحكميش ها اه معينولي بس اجيبي المعاوداتين انت يا تاني اه لزم اليوم ها وش راكي والله عايش من سمع صوتك عايش من سمع صوتك ربي خليك وش حوالك دلولة زيه يويني بعين اثنين اه دلولة اكم راكي هاربع عليها بواحد بواحد دي 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 ميشو يا ربي عايش يا ربي خليك نو راكي هاربع عليها في عدد المكالمات اه نو من المتشبعين اللعب ايه ياودي من الولتي يا دي ميشيغل اوفياء افوق الاوفياء ربي حمدك ان شاء الله ربي يسترك وش راكي صحتك والله الحمد الله جاهيتين الزراح في الطعامة اه والله شوفي والله غين صارحك والله 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 امنيني بالله مرفو دعيك يا اخي كان لاني نحرف لك وراني في استيديو اللي هنا وقدام قاعد جزائريين ربي حمدك انا ندير في الطعام وفي راسي نقول دكت عيط اوفيسيال دكت عيط ام زكارية ما قبرتش نحكم الا غالب ربي يسترك ربي يسترك لياني والله الله يبارك والله يعني خليتينا متعتينا نديتينا العالم اخلاف خلاف والله الله عيسك انا نعلى بالك بلك هاد الشي هدا يولا كنت نحضر مقبلي مع ايضا متتبعه قلت له الانسان اللي ميحبش الناس اللي ميحبش يقصر ولي ميحبش يعني يفيد الناس مكلا هيجي يدير اميسيون كلنا قادروا نطيبه في الدار نديروا حصاب باش نتقربوا من الناس باش يكون عندنا باش يكون عندنا الناس تبادل اللي يفهم اللي يفهم الله يبارك كيما انت دقعة تفرح فينا لازم تكون كاينة الفرحة او انا نفرح انا انا بداتي نفرح لاني نحب نقسم وش نعرف ماشاء الله شوف الالوان الله يبارك الاخضار مع الحمار مع البيض ربي يسترك ان شاء الله يخي ناس بكري قال لك العين تأكل قبل الفم تأكل قبل الفم صح صح عندك نحق سواب والله انا قبل الفم والله انا نحب سواب اطباق جامي كنا نشوفوها ربي يسترك ان شاء الله وعلى بالك انت قاعد الدور حول العالم الجزائرية ومين من الخارج رتيب لحويج من حمل ام زكارية التأكل بالرسطوران يجب انتدروا على هناك الناس يكاولون حيث أن الكابير يعني في رسطوران يقول لك الماكرة من الرسطوران وماكرة طاق دار طاق اما ماكرة منها لا يوجد منها. هذه كائن الجاج التي لديها في الستوران وفي الدار. لكنها تأتي في المنزل. هذه سالات تأكلها في الستوران. هل تكون في الكتر؟ هذا كثيراً. هذا مطلع حقاً. هذا يطرق جيد على البيان. أهلاً. فهمتني؟ هذا يطرق جيداً. والذي يطرق في الصيف يتناولونه في الكترى الناس. وهذا يشبع خاصة في الليل. أنا كنت نعرف طريقة والليزوز بكت على المقارون يا شو مو تعيطوا لهم المقارون إيه سباكيتي ليبات ليبات آه ما شاء الله ونقل لك من رمضان الدرق بإنكار نيدرتا ويه درنا 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 والله لك ديتي وندي سيني يا ربي حفظ وندي سيني سحن وندي سيني وش ريه ربي حفظك إن شاء الله والله الله يسترق بالله دات بالوقت بكلش والله الله يبارك ربي حفظك فرحتيني والله فرحتيني هذا شارف ليا والله شارف ليا والله إغير شارف ليا الله دات كارنية ومكتوبة على شارف أربي حفظك أربي حفظك إن شاء الله أربي يخليك هذه الدنيا هذا الدنيا إنسان ما يقدرش يعرف ما كاتب بالك ربي يكتب ونشوفك نتلاقاك رح نهدي لك كتاب بتاعي عندي كتاب وعندي مازال عندي شوية فضاء رح نهدي لك الكتاب وسينيلك فيه نكتب لك وصفة شاف آمين إلى أم زكريا الوفية لقم واحدة ربي خليك الله تلات كارنية ها معا ربي أردك بنتي البارح ندحكة البارح في الليل بنتي قعدة طيب في التاكوس نعم بنتي عند هادي اللي رح ندي لها عيد ميلاد هادي العامين في اللوكات الجوة ما شاء الله ربي أحفظه يا عيشك قلت لك قالت لها كي جبت ورقة وستيله ايه قالت لها هدا تعمامي خليك كرمات تعمامي انت الماضي لا تشوفني لكتاب يا شاء الله ربي أحفظه ومنا راوان ربي أحفظه هذه راوان هي كيمان بنتك كتبتها راوان ما اسمها راوان ايه ما شاء الله ربي أحفظه ربي أحفظه بس حبيتني سقسيك والله أنا سقسيك أنا يا واحد وش معناها راوان بالعربية والله معنى بي راوان بي لك من الجنة من تراكي كيمان يقولوا يقولوا راوان بنت الغازال وكان يقول لك راوان شجرة من أشجار الجنة بس يقولوا هكيا يقولوا سأنا قلت با لك نلقي عندك الانفورماسيون وموت في دين بلا رحطي لك عليها هيا براهطي لي عليها هيا خلاص نتكل عليك أم زكريا اه اه اربي خليك اربي خليك ان شاء الله تعالي اهداء أسغير بياشي بياتو كل الحب اللي ميسيون تاعك هادي تاعك اتنا ونفرح براوان تاعك اربي احفظك ان شاء الله اربي احفظك اربي احفظك نهدي الماما شهرة اهداء أختيلك بيام عايتنا ماما آه ما شاء الله اربي احفظه وبنتها مالك اربي احفظه 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 هو ما الصح وربيك وش بيك يمال بارح أنا تمنيت نحكم عيد الأم صح صح نشمنا لأمك إن شاء الله صحة ونتشفو قرصك إن شاء الله إن شاء الله وكل جزائرين ربي خليكم زكريا ربي يسترك إن شاء الله ربي خلي كل أمهات الجزائرين قولهم نحبوكم بزاف وقال عام مشي غير بارح بك قال عام ربي خليكم فاصل ونواصل سوها خمس دقائق ومشي ساعة بحضوركم أنت وما يا ناس الخير ربي يحفظكم إن شاء الله هذا هو معدنا لصالات تاوعنا صالات سيزار اللي كنا خدمناها دلنا اللازانيين تعنا الكلاسيكية رحين مازان زيدون ديرو لكم دوت الرسالة باللازان لكن بطرق أخرى لصوف اللي تعنا هذا هدا وين خرج دونك يقدر يطح لكم شوية عادي وكانين يبقى شاد بلوش لوران كان يكون مزير بلوش لصوف اللي تعكم يطلع بطريقة جيدة اللي حاب يخليه في la conservation ما تخليه واش فوق زود سوايع باش تناولو لكن تخليه أكتر من هذا رح لبلون دوف اللي يكون الداخل رح يعاود يولي لكيد ويعاود يحبط لكم دونك بالنسبة لهاد التحليه دي مومون كورانا في موسم الفارولة دونك خدمناها بالفارولة وكاي اللي خدمناها هو نرمال دونك تاكمباني وهو باش تحبوه ما بقالي غير نقول لكم يعطيكم صحة كل الجزائرين يرامي تبعونا 58 ولاية نقول لكم ربي يحفظكم قعلاتي من تعطيب معنا ولي على رأسها لغياليزاتوري تتليكي بتيكنيك اللي رأي هنا يا لأسيستانت سامية نقولها ربي يحفظك لأنها مسكينة رأي تسوفري رأيك هي اللي تقتني القعوش كايين يعني من مواد باش نطيبو زيت بريباري مسكينة ربي يحفظها إن شاء الله وربي يسجيها إن شاء الله ما شاء الله مرأ ونصكي ما يقولوا فحلة ما بقالي غير نقول لكم قعل جزائرين يرام في الغربة ربي إن شاء الله يعاود يرتكم سالمين غالمين تريحوا مع والديكم وتشبعوهم مدامهم حيين الناس المرضى قولهم ربي يجيب لكم الشيفاء وربي يرزقكم إن شاء الله الشيفاء العاجل كل الناس اللي يراهم يعني بعاد على الأمة هات تحمل على الوالدين تحملوا ما يعيطوا لهمش وما يروحوش لهم وما يشوفوهمش قولهم ربي يهديكم والديكم قبل كل شيء هما ميفتاح الجنة ما شاء غير النهار ما شاء غير النهار الله فات دماغ تروحوا تديروا تكتبوا أمين حبك العام ليحبي يحب على العام إحنا مسلمين حبوا على العام ما بقى لي غير نقول لكم حجة ما تنسيش دعيننا بالخير تحية الجزائر سلام